ايها السيدات والسادة إننا الآن سنبدأ في الجلسة الرابعة المتعلقة بتعزيز أهدف التنمية المستدامة أنا اسمي شيفاني وأنا أعمل في تلفزيون نيبال وأنا مكاني في كاتمندو ونحن لا نحصل على مثل هذه الفرص لكي نكون جزءا من تجمع العقول هذا فإذا من دواعي سروري أن أكون معكم ونحن الآن سنتحدث إلى عدد من المتحدثين المتميزين ومن دواعي سروري أن أرحب بالمتحدثين الذين الآن يعتلون المنصة أرجو منكم أن تأخذوا مقاعدكم وإن اللفتات التي تحمل أسماءكم موجودة هنا عند مقاعدكم فأرجو أن تجدوا مقاعدكم وتجلسوا شكرا جزيلا من دواعي سروري أن أراكم هنا اليوم أنا سعيدة برؤيتي معكم برؤيتي لكم هنا اليوم إذن دعونا نبدأ مباشرة كما قلت هذه هي الجلسة الرابعة في جلسات اليوم والموضوع هو الوصول والابتكار من أجل تنشيط أهداف التنمية المستدامة وكما تعرفون فإن أهداف التنمية المستدامة تلعب دورا رئيسيا في تجميع طراف المصلحة أصحاب المصلحة من مختلف المجالات من أجل أن نخلق الزخم حول الجهود التي ترمي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهذا طبعا بصورة منصفة ومتساوية لقد تحدثنا كثيرا عن هذا الأمر في الجلسات السابقة تحدثنا عن أهداف التنمية المستدامة وما هي وضعية بعض هذه الأهداف وإلى ما وصلنا في تحقيق هذه الأهداف وما الذي نحتاج إليه من أجل أن نزيد من وتيرة أو سرعة التنفيذ إنعدام المساواة كما قال المتحدثون في الجلسات السابقة أمرا مستمرا وكلهم أجمعوا على أن هناك إنعدام في المساواة مستمر وكما أن هناك تحديات أخرى مثل تغير المناخ بالإضافة إلى المشاكل التقليدية التي تمثل تحديات مستمرة بنسبة لنا حتى نتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددناها لأنفسنا فإن هذا أمر يتطلب من التغلب على هذه التحديات هناك عدم مساواة في النفاذ إلى الفرص والخدمات الأساسية التعليم والصحة إلى آخره وهذا يقف حجر عثرة في الطريق إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكما قلت فإن هناك حلول رقمية يمكن أن تساعدنا على تكسير هذه الهوة وأن نتغلب على عدة تحديات من ضمنها تغير المناخ وعوائق أخرى وعندما نقوم باستخدام التكنولوجيات الرقمية من أجل تحقيق أكبر قدر من المنافع فإن هذا أمر يتطلب مننا الالتزام بإدراج الحقوق في كل خطوة من الخطوات على سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المساواة وعدم التمييز من الأمور الرئيسية في هذا الصدد ويجب أن تكون لدينا مجتمعات حاضنة للجميع ويمكنها أن تسمح بالتعبير حرية التعبير من ضمن أمور أخرى فنحن إذن سننظر في هذا الموضوع أثناء هذه الجلسة التي ستمتد على مدار أكثر من ساعة واسمحوا لي أن أقدم لكم المتحدثين في هذه الجلسة والمتحدث الأول هو سعد السيد جون هوالي وكيل الأمينة العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أيضا من دواعي سرورنا أن تنظم إلينا السيدة كارولين إتش تادلر الوزير الاتحادية للتحاد الأوروبي والدستور في النمسا مرحبا بكي أيضا سعداء بانضمام السيد تشيلزي ماروالا رئيس جامعة الأمم المتحدة ونحن سعداء جدا بحضور السيدة ناناكو إشيدو وهي أستاذة في كلية الدرسات العليا لتصميم وسائل الإعلام في جامعة كيو معنا السيد محمد شريف وزير الدولة للبيئة والمناخ والتكنولوجيا في المالديف مرحبا بك أيضا سعداء بان ينضم إلينا السيد مسانوري كوندو الأمين العام لجماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات وأيضا سعداء بوجود السيدة ليز فور المنزيرة العامة للربط الأوروبي لمشاغلي شبكات الاتصالات إي تي ان او وأخيرا وليس آخرا معنا السيد كوزو بواكي وهو نائب رئيس السياسات العامة لأفريقيا وشرق الأوسط وتركيا في ميتا مرحبا بكم جميعا في هذه الجلسة إذن دعونا نبدأ مباشرة ونطرح الأسئلة المحددة لهذه الجلسة أنا سأطرح عددا من الأسئلة وسأطلب منكم الإجابة أولا دعونا نبدأ بالسؤال الذي سيبدأ بالإجابة عنه وكيل الأمين العام المتحدة ما هي بعض الأمثلة العالمية الحالية للاستفادة من الحلول الرقمية لتحقيق أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة تفضل شكرا طاب يومكم جميعا أنا سعيد بوجودي معكم هنا اليوم في هذه الجلسة للحديث عن هذا الموضوع إن الأمور الرقمية مرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة تقريبا جميعا جوانب الأهداف ونحن في الأمانة نؤمن أن الرقمنا هي فرصة سانحة في مجالات مختلفة وهي المفتاح الرئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من ضمنها الحلول الرقمية التي يمكن أن تؤدي إلى الإشراك المالي هي الحصول على الخدمات العامة بصورة فعالة وأيضا إنهاء الجوع الحد من الجوع وعدم الوصول إلى التعليم الأمر يتعلق بمعالجة التحديات البشرية المعاقدة إن الحلول الرقمية يجب أن تسترشد بالمبادئ والأولويات التي تضمنتها خطة 2030 للتنمية المستدامة مع إضافة إلى الحاجات التنموية للبلدان النامية فنحن قمنا بوضعها إذن هذه الخطة لألفين وثلاثين ولكن ليس لدينا بيانات تشير إلى ما إذا كان فعلا قد حققناها وأن كل الأهداف أهداف 2030 باستثناء القليل منها قد حاد عن طريقه في الأسبوع الماضي تم اعتماد إعلان سياسي بالإجمع والتزمت الدول بتطبيق التدابير التي تسمح بردم الهوة الرقمية بما في ذلك الاستفادة من الرقمنة وتوسيع مشاركة كافة الدول خاصة النامية منها ولذلك فأنا مقتنع اجتناعا شديدا بأنه علينا أن نسخر فوائد الرقمنة لصالح البشر شكرا لأنك تحدثت عن الرقمنة كأداة يمكن أن تساعدنا في تسخير الإمكانيات الرقمنة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الآن نود أن ننتقل إلى السيدة كارولين إتش تاتلر وهي الوزيرة الاتحادية والاتحاد الأوروبي وأيضا الدستور شكرا نود أن أشكرك على هذا السؤال وأود أن أشكر كل من ساعد في الأعداد للإستعراض الثاني والذي سنقدمه في نيويورك نحن نرى بأننا وصلنا إلى مرحلة حيث أننا كمجتمع دولي برمته لدينا ذكاء اصطناعيا بين أيدينا نحن نستخدم هذا الذكاء في العديد من المجالات وبرأيي بأن هذه التكنولوجيا الصاعدة ستكون أداة أساسية في تطوير كافة القطاعات بما فيها حقوق الإنسان ويجب أن نحرص على أننا سنستخدم هذا ذكاء الاستناعي بشكل أفضل وبشكل يمكننا من اكتساب المهارات للحصول على المعلومات وأيضا عقدة الاجتماعات كل ذلك سيساعدنا على تبادل الأراء بشكل يسمح لنا بالحصول على المعلومات الدرورية وأيضا على الاجتماع بشكل سلمي نحن قد وصلنا إلى مرحلة حيث أن كل شيء اختلف عن الطريقة التي كنا نفكر فيها منذ أشهر معدودة ولذلك نحن نرى بأنه لدينا معلومات خاصة وأن هذه التكنولوجيا يجب استخدامها بشكل أفضل من أجل اكتساب المعلومات الخاصة بالديمقراطية بحقوق الإنسان وكذلك من أجل فرض سلطان القانون في كافة البلدان ونحن بحاجة إلى ذلك الآن أكثر من أي وقت مضى شكرا دعونا ننتقل إلى المالديف والتي تتأثر تأثيرا كبيرا بنواتج تغير المناخ هل يمكن أن تقول لنا ما هي الطرق التي يمكن أن تستخدمون فيها الأمثلة العالمية الحالية لإيجاد حلول رقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أود أن أشكركم على استدافتي هنا عندما أنظر إلى أمثلة عالمية حول كيفية استخدام الرقمنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدينا أولا الهدف الأول محو الفقر عفوا الجوع إذا ما نظرنا إلى الإحصائيات لدينا أكثر من ملياري شخص في العالم ليس لديهم حسابا مصرفيا نحن نعرف من الممارسات بأن الوصول إلى الخدمات الرقمية هي طريقة من أجل انتشال الناس من حالة الفقر ولدينا العديد من المبادرات في هذا المجال إذا ما نظرنا إلى قضية الجوع فنرى بأن الزراعة الذكية يمكن أن تستخدم التكنولوجيا الذكية وأن الذكاء الاصطناعي والحوسبة الصحابية وغيرها من التكنولوجيات يمكن تسخيلها في خدمة الزراعة الذكية الأمر الذي سيسمح لنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة دعونا ننظر إلى الهدف التاسع فنرى بأن حياة ميسورة وبنى تحتية ملائمة يمكن أن تساعد بلدان مثل بلدنا لمشاركة بالاقتصاد الرقمي وأيضا تعزيز إمكانيتنا في التنافس هذا لا يحصل فقط في الدول المتقدمة وإنما يمكن أن وهو يحصل في الدول النامية حيث أننا نتم الاستثمار في هذه التكنولوجيات في المالديف نحن نشدد على تعزيز أنظمتنا أو منظوماتنا الرقمية نهم لتكنولوجيات الأساسية التي نحتاج إليها من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة نحن وكما سمعنا من المتحدث الذي سبقنا فنحن متخلفين عن الراقب وكأننا فاتنا أن نقوم بذلك في الماضي أعتقد بأنه يجب أطاء الأولوية للاقتصاديات الرقمية والأمر الذي سيسمح لنا بتحقيق الهدف الأول وهو محو الجوع وأيضا من أجل التوصل إلى المساواة فيما بين الجنسانية فإذا ما نظرنا في أيضا الهدف التاسع نرى بأنه يمكن مساعدة على تحقيق هذا الهدف من خلال البناء أو وضع البنية التحتة الرقمية مثلا لدينا أيضا التمويل الرقمي لدينا أيضا الزراعة الرقمية كلها يمكن أن تسمح في تسريع مساريات مسألة النحوة تحقيق الأدف التنمية المستدامة شكرا الآن اسمح لي بأن أتحدث أتحدث إليكم وألفت انتباهكم إلى التوقيت الذي هو على الشاشة وأود أن أشكركم على تفهكم هذا العمل والآن أود أن أنتقل إلى الخبراء وأود أن أتحدث إلى سيدة ليفور وهي المديرة العامة لأتنو رابطة مشغالي شبكات الاتصالات الأوروبية عندما نفكر في أهداف التنمية المستدامة نرى بأنه ليس هناك من هدف متعلق بالتنمية الرقمية وعندما ننظر من داري 2023 نرى بأن التكنولوجيات الرقمية وذكاء الاصطناعية العباني دورا مهما جدا في كافة مجالات حياتنا إذن فنرى بأنها تدخل في كافة الأهداف والاسيامة فيما يتعلق بالتسخير التوصيلية من أجل اكتساب مهارات حيوية هذه السنة أن تقرير الأمام المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة أشار إلى التكنولوجيات التي يمكن أن تساعدنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونرى بأن نقاط الضعف هي تؤخرنا مثلا الهدف الرابع فيما يتعلق بالتعليم نرى بأنه يمكن أيضا أن يدخل في الهدف الثامن وكذلك الهدف العاشر أن التعليم مهم ولكن لم يكن هناك وصولا إلى المهارات الاستخدام الأجهزة فأننا سنتأخر في هذا المجال أن العديد من الناس يستخدمون الإنترنت اليوم ولكن هناك مهارات يفتكرون إليها ولهذا فلا يمكن أن يستفيدوا استفادات كاملة مما يمكن أن تقدمهم لذلك فأن الرقم تعتبر أداة مهمة جدا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي شكرت إليها مثلا نرى بأنه يمكن استخدامها في كافة مجالات المجتمع بشكل يجعل الزراعة أكثر استدامة ويمكن أن تجعل أثارها يمكن أن يقلل الأثار السلبية على البيئة ويساعد في العديد من المجالات دعونا الآن ننتقل إلى وجهة نظر متى ونعطي الكلمة للسيد متى كواكي شكرا أود أن أشكركم جميعا قبل كل شيء أود أن أشكر زميلتي من أدنى أعتقد بأن حسب تقرير فأن 95% من الناس يمكن أن يصل إلى شبكة ولكن هذا لا يعني بأن للجميع نفاذ إلى الإنترنت أو يمكن أن يستخدم تكنولوجيات يمكن أن تكون واعدة فيما تعلق بتسخير الذكاء الاصطناعي إذن أعني هنا الوصول إلى الموجة العريضة وغيرها من الأمور سأعطيكم أمثلة عن الطريقة التي يمكن للتقنيات أن تساعدنا في تحقيق أهداف ما تعمل في مجال التكنولوجيات في السنوات الماضية أنا كنت قد تحدثت عن استثماراتنا في هذا المجال هناك ناحية جانبية استفدنا منها عندما فهمنا تركز كثافة السكان حتى لو كان لدينا بيانات لم تكن تقول هذه البيانات أين يعيش معظم الناس كانت تعطينا فكرة عامة ولكن لم نكن نعرف أين يتكثف وجودهم نحن استخدمنا التكنولوجيا من أجل التوصل إلى خرائط الكثافة السكانية بالتعاون مع جامعة كولومبيا وبعد ذلك فتحنا المصدر المصادر فيما يتعلق بهذه الخرائط الآن الجميع يستخدم هذه الخرائط من البنك الدولي وحتى الجامعات إلى آخره لكي نعرف تأثير ولها تأثير في بنسبتي لتحقيق أهداف المياه المستدامة إذن هذه هي من الأثار الجانبية التي تساعدنا في مجال الأعمال ولكن حسب ما سمعت من نيويورك فهناك العديد من الفرص نحن نعرف بأن هناك أيضا مخاطر ولكن هناك فرصة عديدة متأتية من الذكاء الاصطناعي وأنا سيسرني المشاركة في المناقشة بهذا الشأن شكرا أود أن أشكرك على هذه المداخلة الإيجابية والآن أود أن أتحدث إلى السيدة إيشيدا شكرا أود أن أشكركم جميعا على إيطاحة هذه الفرصة مما لا شك فيه بأن رقبنا يمكن أن تساعدنا في مجالة العديدة بما فيها توفير التعليم الجيد للجميع نرى بأنه يجب إدخال التكنولوجيا في كافة المدارس نحن عملنا مع العديد من الدول من أجل وضع البنية التحتية ومن أجل إسخدام التكنولوجيات إن اليابان قامت بتوزيع التكنولوجيات في كافة المدارس الأمر الذي سمح لنا بأن نخطب خطوة إضافية فيما يتعلق بردم الهوة في مجال التعليم ومن 2020 وحتى الآن نرى بأن هذه التكنولوجيات تتطور بسرعة شديدة برأيي بأن هذا يمكن أن نعمم هذا المثل بشكل يسمح باستفادة الجميع من التكنولوجيات من الضروري جدا أن يكون لنا نفاذا متساويا في كافة المؤسسات التعليمية من أجل استفادة من الرقمنا شكرا أعتقد بأن اليابان هو منتدى مثالي لمنتدى حكمة الإنترنت أعتقد بأننا قد تعلمنا كثيرا من المسار والشوط الذي قطعته اليابان حتى الآن في هذا المجال نود أن نشكر إذن الأمانة أمانة المنتدى حكمة الإنترنت والبلد المضيف الآن نود أن نشدد أو أن نصب اهتمامنا على الآسيا أود أن أنتقر لسيد نوري كونتو وهو من جماعة آسيا المحيط الهادية للاتصالات السلكية واللاسلكية وأسأله ما هي التحديات لتطبيق الحلول الرقمية بشكل يسمح بإعادة أحياء أهداف التنمية المستدامة قبل كل شيء أود أن أشكر أمانة منتدى حكمة الإنترنت على دعوة للمشاركة في هذه الجلسة وأشكر اليابان على حسن الضيافة الآن فيما يتعلق بالتحديات وهو السؤال الذي ترحتموه علينا فبرأيي أن النفاذ هو أمر مهم جدا أعتقد بأن التكنولوجيا وأيضا السياسات يجب تحيينها على التكيف مع المتغيرات أنا أود أن أتشطر معكم شيئا أساسيا اليوم نرى بأن الناس لا يبحثون فقط عن الحلول الرقمية ليس لأنهم في بعض لا يعتبرها بأنها ضرورية الناس يطلعون بمهامهم اليومية وقد يجدون صعوبة في تطبيق أمور جديدة تستغرق وقتا طويلا وذلك فأنه من الضرورية توصل إلى أفكار مبتكرة تجعل من المثير إلى الاهتمام الانتقال من الوضع الراهن لكل ما هو مبتكر وأن الابتكار لا يأتي من استبيانات أو أسئلة تطرح على المستخدمين المستقبليين أعتقد بأنه يجب العمل مع جهة الإمداد من أجل التوصل إلى حلول ملائمة شكرا سيد سوشيدو أبانغو عفو أعتذر سيدي الآن كارولاين ما أنت كقائدة ما هي أفكارك حول هذا الموضوع برأيي بأنه علينا أن نقوم بتوصيل غير الموصولين وإعادة التوصيل الذين توقفوا عن النفاذ للإنترنت برأيي بأن هناك تطورات عديدة ونحن علينا أن نتفادى كل ما هو وعلينا أن نقوم برد برأب الصدع الرقمي أعتقد بأنه خلال جائحة كوفيد 19 نحن رأينا إلى أي حد هذه التكنولوجيات مهمة جدا وعندها فبدأنا بتعزيز استخدامات التكنولوجيات في كافة المجالات من المدارس إلى أخيره وأصبح من الأمور العادية الآن علينا أن ندخل هذه التكنولوجيات في عمليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة نحن يجب أن يكون لدينا أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالإنترنت حتى نكون على المساري الصحيح ومن الضروري هذا بالنسبة للهدف الرابع والثامن نحن لدينا المجالات المهمة في هذا المجال أيضاً الهدف الثالث كما سمعنا من ليسا هذا مهم جداً حيث أنه يجب أن يكون لدينا خبراء في كافة المجالات الحياتية هذا سيساعدنا على تسهير وتيسير هذه المجالات والأهم هو أن نوصل كافة الأشخاص غير الموصولين أعتقد في كل مجال من العالم بما فيها بلدان الجنوب ونحن يمكن أن نقوم بذلك فيما لو تعادتنا ووحدنا جهودنا شكراً أود أن أتقل سيد شيلسي ماروارا نحن سمعنا من وضعي السياسات وأيضاً من الخبراء برأيكم ما هي التحديات بالنسبة لإستخدام تكنولوجيات لإعادة إحياء أهداف التنمية المستدامة شكراً أعتقد بأن هناك تحديين قبل كل شيء الحوكمة مما لا شك فيه بأنه بالنسبة للحوكمة المبادئ هي بسيطة يجب أن نعظم فوائد الذكاء الاصطناعي وأن نقلص إلى أكبر حد مساوئها نحن سمعنا عن الهدف الأول والثاني أيضاً عن الصحة والتعليم هذا أولاً ثانياً هناك قضية النفاذ عندما تحدث عن النفاذ فنحن نعني بذلك النفاذ إلى البيانات أنا كنت مديراً في جامعة جوهانسبرغ خلال جائحة كوفيد عندما طلبنا من الناس أن يبقوا في منازلهم رأينا بأن ليس الجميع لديهم إمكانية النفاذ إلى الإنترنت بركنا عليهم أن يشتروا رزومات لخمسين ألف طالب حتى ينفذوا إلى الإنترنت وثالثاً لدينا النفاذ إلى التكنولوجيات فاليوم سمعنا عن البيانات تدفق البيانات فيما بين الدول وعبر الحدود علينا أن لا ننسى ذلك هذا هي من ناحية أولى من ناحية أخرى التكنولوجيات ما هي الأجهزة وأعود إلى تجربتي في جوهانسبرغ نحن كان علينا أن نكتسب أجهزة جديدة في غضون وقت قصير إذن نحن علينا أن نحرص على تدريب كافة الدول ولسيما البلدان الصغيرة حتى تتمكن من اللحاق بالركب وأيضاً حتى تتمكن من اكتساب التكنولوجيات الملائبة لهذه الأيامنا هذه شكراً سيد مروالا نحن نعرف بأن أهداف التنمية المستدامة مهمة جهداً للرفاهية والمساوات وأيضاً حل مشاكل عديدة هل يمكن أن تلقوا الدوء على ما هي أهداف التنمية المستدامة التي تحتاج إلى الحلول التكنولوجية نحن متخلفين فيما يتعلق بكافة الأهداف التنمية المستدامة أو مؤشراتها قد تم التواصل فيها إلى بعض أتقدم ولكن فيما يتعلق بالأهداف المستدامة الأخرى كلاً 50% منها نحن بعدنا على المسار الصحيح وفي الأهداف الأخرى نحن متأخرين لأجيب على سؤال كيفما يتعلق بالتواصل إلى إيجادة على الفرص التكنولوجية نرى بأن التعلم هو أهم عنصر في هذا المجال عندما نتحدث عن التعلم فنرى بأنه يجب الانتقال إلى محو الأمية الرقمية وهي اليوم أصبحت من الحقوق الإنسان اليوم أمي تتعلق مساعدة بسبب سنها ولكنها تحتاج إلى معرفة طريقة استخدام الأجهزة لكي تتمكن من أن تقبض المبالغة المخصصة لها وذلك من أن تقف في الصفحة في الطابور حتى تتمكن من حصول على مالها ونحن علينا أن نتمكن من استخدام هذه التكنولوجيات نحن بحاجة المهارات هناك مسألة أخرى متعلقة بالبيانات البيانات يقال بأن البيانات هي البترول الجديد النفط الجديد أنا لا أحب هذه المقارنة ولكن علينا أن نفهم بأن البيانات هي من السلع الأساسية اليوم نحن بحاجة إليها حتى نتمكن من استفد منها طبعاً لدينا قضية الإي بي بروتوكول الإنترنت ولدينا حد أدنى من بروتوكول الإنترنت التي نحن بحاجة إليها من أجل معالجة مشاكل متعلقة بالتلوث وحتى نتمكن من معالجة مشاكل تغيير المناخ أو تخفيف من وطأة نتائجها كما سمعنا فإن هذه من الحقوق الإنسان الأساسية الآن لدينا تحدي تحدي اللحاق بالرقب فيما يتعلق بهذه المسألة أود أن أتحدث أتواجه إلى سيدة ليز فور وهي المديرة العامة لأتنى رابطة مشاغلي شبكات الاتصالات الأوروبية أنا قد أكون منحازة ولكن أنا لدي وقائع تدعم ما سأقوله نحن لسنا على المصاري الصحيح لتحقيق المساوات الجنسانية بغدون 2030 حسب ما سمعنا فإنه قد يستغرق الأمر 140 سنة حتى يكون لدينا تمثيلا متساويا بين المرأة والرجل في مكان العمل وإن 22 باحثا في مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات فقط لدينا عدد محدود من النسوة وكذلك المرأة هي تمثل الأقليات فيما يتعلق بالمتخرجين في مجال علوم الكمبيوتر ولهذا فإنه فيما يتعلق بهدف الخامس نحن بحاجة إلى عدد أكبر من النسوة في المجال الرياضيات العلوم إلى آخره فإذا لم نقرر إدخال المرأة في كافة هذه المجالات فلن نتمكن من تقليص التحيز فيما يتعلق بوضع النمازجي الخاصة بالذكاء الاصطناعي نحن بحاجة إلى حلولة للتوصل إلى المساوات إذا نحن نرى بأن الأجهزة الذكية مهمة للمرأة التي تتمكن من التواصل مع الغيرين ولذلك فنحن بحاجة إلى التعليم وإلا أن الفجوة بين الرجل والمرأة لا يتزال وتتسع في هذا المجال أيضا بالنسبة لبنية التحتية والابتكار نحن سمعنا عن الهدف في التاسع هذا أمر مهم جدا نرى بأن 95% من العالم لديه نفاذ لنطاق العريض من الجيل السالس ولكن النفاذ أمر صعب جدا والتوصلية هي جزء من هذه العملية ولذلك فأنه يجب توفير المهارات الجميع شكرا على توخيك الإجاز والآن نود أن نعيد الكلمة إلى سيدي ميناء المالديف نحن سمعنا من المتحدثين الذين سبقون بأننا متخلفين على الرقب 30% من الأهداف لا تزال لم نحققها أي تكنولوجيا لم تستخدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهل هناك مشكلة بالنسبة للتكنولوجيات بهذا المجال هذا سؤال صعب من المطير الاهتمام أن ننظر في الإجابات التي يمكن أن أعطيت هذه في هذا أصدر برأيي أن الأهم هو أن نحرص على ألا يتخلف أي شخص عن الرقب إذا ما أخذنا مثل المالديف لدينا أكثر من 15% من الناس الذين لا يستخدمون الإنترنت أكثر من 7% من السكان ليس لديهم هواتف ذكية ولذلك فإنني أعتقد بأنه علينا أن نضع اللبونات الضرورية نحن سمعنا عن هذه اللبونات أن يكون لدينا محول الأمية الرقمية تحقيقها الهدف الخامس حتى يكون لدينا نصف الآخر من سكان الأرض موصولين حتى نتمكن من تحقيق الأهداف بحلول 2030 فقط نصف السكان يعملون وأنهم لن يتمكنوا من العمل وتحقيق الأهداف فيما لهم لتتوفر لهم المهارات ولذلك فإنه علينا أن نركز على السكان المحتاجين عجب أن نفكر في الشمولية الرقمية وأيضاً النفاذ الرقمية حتى يتم تدعيم أهداف تنمية المستدامة بالتكنولوجيات نحن نتحدث عن تكنولوجية الكتلة المتسلسلة للذكاء الاصطناعي وغيرها من الأمور فإن التكنولوجيات الرقمية يجب أن تبدأ مع الناس حتى يتمكنوا من المشاركة في هذه العملية كيف يمكن أن نحرص على أن 15% من المالديف سيلحقون بالرقب وأن 7% الذين يفتكرون إلى هواتف ذكية سيتمكننا من استخدامها من أجل زراعة ذكية وغيرها من الأمور وإيجاد الأدوات لرفع التحديات في آخر المطاف الأمر مرتبط بالتعاون المطلوب من طرف أصحاب الشبن على اختلافهم لأجل بناء الأسس على مستويات صحيحة وإشراك المجتمع المدني وكذلك الحكومات والصناع أيضا والجامعات شكراً سيد كورجوبوي كما طبعك بشأن كل هذا أريد أن أصحح شيئاً لأنني عندما سأنزل سيصححون أحدهم نعم هناك جزء من هداف التنمية المستدامة يتحدث عن النفاذ الشامل للإنترنت والهدف تسعة جيم يتحدث عن الموصولية الكاملة للجميع الإنترنت على غرار زملائي تفاؤل ليس غير محدود بالنسبة لما ينتظرنا من خطوات فهداف التنمية المستدامة كما تعلمون مترابط الواحد بالآخر لا يمكن الحد من الفقر بدون العمل على البيئة ومسألة أخرى هي مسألة الشركات نعلم أن الهدف 17 تحدث عن الشركات في الاستدامة نحن نحتاج إلى شركة في كل أهداف التنمية المستدامة وأقول ذلك عندما تحدث عن الشركة مع ميتا قد قامت بتطوير خرائط كثافة السكان وكذلك حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وهذا جزء سيكون له تأثير على أهداف التنمية المستدامة وقمنا أيضا بإبرام شركات مع أكثر من 700 مؤسسة مع البنك الدولي مع منظمات دولي منظمات الهجرة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وكذلك مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات وبفضل كل هذا التعامل قمنا بعدد من برامج إصحاح الماء برنامج التلقيح برامج المياه الشروب في ملاوي في رواندا في زنبيا خرائط كهرباء في أماكن نائية في بنين والسومال إلى آخره وأعتقد أن هذه الحلول ستفيد أفريقيا كثيرا عودة إلى سيد وكيل أمين العام قد تحدثت عن مستوى إنجاز أهداف التنمية المستدامة ما هي أهداف التنمية المستدامة التي لازالت متخلفة أولا دعوني أقول لكم أو بالنسبة للأمم المتحدة أو بالنسبة لجميع الدول الأعضاء فيها الأهداف السبعة عشر كلها متساوية في الأهمية وبالفعل هذا بسبب سلسلة من العوامل ولكن في الوقت الراهن هناك بعض الأهداف أو الغايات تخلفت عن بقية الأهداف الأخرى مثل الهدف الرابع المتعلق بالتعليم والنساء والفتيات والفقر هو الحد من الفقر لازالت في خلف الراكبة لكن الهدف الحد عشر المتعلق بالمدن المستدامة والمجتمعات المستدامة وهنا نتحدث عن مساعدة الرقمنة في التقدم بالمدن الذكية علينا أن نعترف بنجاح هذا الهدف نعم إن الرقمنة ستساعد المدن على الديمومة وعلى الاتين بحلول نقل حضري مستدام وإدارة ذلك النقل الحضري وأيضا تقليص استخدام واستهلاك الطاقة وإدارة الموارد المائية وكثير من المدن في الدول النامية بسبب قلة البنى تحتية فيها وقلة الموارد فيها لا تملك حضورا على الانترنت ولا موقع على الانترنت السنة الماضية 47 بلدا أو في 47 بلدا المدينة الأكبر والأكثر عدد من حيث السكن لا تملك حضورا على الانترنت إذن كيف يمكننا أن نتصور ذلك ونحن أمامنا تحديات عظمى واقتصاد رقمي إذن ما يهمنا في الواقع هو مسألة المساواة بين الجميع بين المدن والاجتمال لصالح الجميع شكرا شكرا لكم ونحن نتحدث عن التحديات وعن التطلعات وعن المساواة وعن التفاوتات السيد الشيدو ما هو الخطر الذي يمكن أن يستحب تطبيق الحلول الرقمية وكيف يمكن التقليل من هذه الحلول أنا أعتقد أن الخطر الأول هو مسألة التنوع في استخدامات التكنولوجيا الرقمية التقدم التكنولوجيا سريع بشكل كبير ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي الانتاجي والشركات العالمية أيضا مثل متا لها دورة في ذلك بالطبع طريقة وأنماط التفكير مختلفة بين هذه الشركات العظمى ولذلك فقد تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل متفاوت مختلف بين هذه الشركات حسب طريقة إدراكها لها وإيمانها بها التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تنهض بالسلام أن تساعد على فضل منازعات بين الدول وفي داخل الدول التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تستخدم بشكل موسع ولكنها أيضا يمكن أن تستخدم أو أن تكون سببا في المساس بالناس في الضرر لذلك ينبغي أن يكون هناك نقاش حتيت بين جميع أصحاب الشأن ولذلك ينبغي أن نوجه هذه التطورات للاتجاه الصحيح الذي نرجوه جميعا السيد لي فيما يتعرف بالمخاطر ما رأيك نحن نعتقد أن تطبيق الحلول الرقمية له فوائد عظمى ولكن علينا أن لا ننسى المخاطر التي تنطوي عليها هذه التطبيقات بعض الملاحظات من طرفي أولا المساواة هو مصدر قرق كبير 2.6 مليار من الناس لازالوا هاي المرتبطين بالإنترنت في أغلبية الدول النووية والدول الأقل نموا لا زال الارتباط بالإنترنت ضعيفا جدا وفي كثير منها منعظما ثانيا مسألة محو الأمية الرقمية وقد سمعنا عن هذا الموضوع كثير من الكلام حتى الآن ثم هناك تحديات البيئية نحن نعلم أن الرقمنا تأتي بكثير من المزايا ونعلم أيضا أن البناء التحتية مع الأسف هي من من يساهم أيضا في زيادة انبعاثات تانيو أكسيد الكربون فهذا شيء مخيف كيف يمكننا إذن إدارة نشر التكنولوجيات والذكر الإصطناعي وفي نفس الوقت تخفيف الأثر البيئي والضرر البيئي فعندما نتحدث عن الرقمنا على أن ننسى تبعاتها على البيئة إذن في النهوض بالابتكار الرقمي نحتاج دائما أن نأتي بحلول وتطبيقة ترد على تلك التحديات وفي نفس الوقت تخفف من المخاطر المحتملة المرتبطة بها شكرا لك نفس السؤال مطروح على سيد ماروال شكرا لك كثير من الأمور الهامة سمعناها عن البروفيسور الشيء هو من وكيل أمين العام الأمم المتحدة أعتقد أن أكبر تحدي أمامنا هو مسألة الأخلاقيات إن كمية التدهور البيئي الذي تتسبب فيه مراكز البيانات الضخمة هو مسألة خطيرة جدا عن نفايات الإكترونية كل هذه المسائل لها تأثير كبير على أخلاقيتنا ثم هناك مسألة الخصوصية والأمن السبراني كلها أمور تثير القلق ومقدرتنا على مواجهتها متفاوتة بين الدول عالميا الفجوة والهوة ليست فقط بين الشمال والجنوب بل هي عدم التناسق على اختلاف الدول لذلك نحتاج إلى اتفاقية عالمية على الرغم من استعصائها وصعوبة تحقيقها فاحتمالية نشوب حرب سبرانية هي مهدد وخطر كبير ومسألة النافاذ والوصول للإنترنت مسألة همة جدا ولكنها رهينة بتكلفة التكنولوجية إذن ينبغي العمل على التكلفة حتى يكون هناك وصول متكافئ لهذه التكنولوجية إن أردنا أن نرفع التحديات التي وصفنا وأخيرا وليس أخيرا مسألة تثقيف التعليم غير موفر بشكل منصف ومتكافئ للناس في كل أنحاء العالم تثقيف صناع القوانين مسألة همة ينبغي أن يكون من ضمن اهتمامتنا وتحدياتنا أيضا شكرا السيد مازانوري كوندو ما رأيك في هذا الأمر؟ فيما يتعلق بالأمن السبراني عندي جانب آخر أريد أن أتقسم معكم التحديات عالمية بالفعل ولا يوجد مشروع واحد بإمكانه أن يحل الإشكال لوحده هذا يعني أنه علينا أن نقبل جمع وتقسم البيانات أو المعلومات فيما بين أصحاب الشأن المختلفين سواء قطرياً إقليمياً أو دولياً في المستقبل ومع تطور الحلول الرقمية ينبغي ضمان قابلية التشغيل المتبادل للبيانات وفي هذا السياق نحتاج إلى الاهتمام بمسألة مسألة ضعف السياق أو النسق الرقمي وجعله في أدنى حد ممكن أعتقد أن وضع المعايير لذلك سيسهل علينا المأمورية ومأمورية التعاون في وجه أول شكراً السيدة ليز ما هي انطباعاتك لقد قلنا إن الرقمنا تساهم في تحقيق كل أهداف تنمية المستدامة ومزيد من الازدهار هناك خطر تعلق بداخل انتحدث عن الابتكار الرقمي ولكن هل نتحدث عن كل تجاليات هذه العبارة الموصولية ليست بالضرورة أو لا تساهم بالضرورة في تحقيق أهداف تنمية المستدامة أو مزيد من الازدهار أنا أعتقد أن الحلول الرقمية ينبغي أن تكون قائمة على إنترنت مفتوحة اجتمالي آمن وضامن لحقوق الإنسان فعندما ننشر الموصولية بالطبع ينبغي أن يكون الأمر جزءا من حل أوسع ولكن الإنترنت وحلوله ينبغي أن تبقى دائما في إطار نهج متعدد أصحاب أشأن أي الحكومات والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وعلينا أن لا ننسى أبدا مجتمع التقانة والذي يعتبر المجتمع المسؤول عن وضع المعايير لتركي الإنترنت مجالا مفتوحا ونحن في هذا المنتدى نريد أن نعمل في إيجاد السبل لجعل الإنترنت وإبقائه مفتوحا كما هو معروف اليوم ونحتاج إلى توجيه الابتكارات والحلول نحو التوجه الصحيح في المستقبل حتى تكون الحلول ويكون الابتكار مفيدا للجميع شكرا السيد محمد شريف من طباغاتك شكرا كم متمرس في هذا المجال من بين التحديات التي تواجهني بالإضافة إلى مدى تعاقد التكنولوجية الابتكار الرقمي الذين تحدثوا عنه والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الفضاء كلها صارت عالية التقانة وعالية التعقد وكلها تنطوي على كثير من المخاطر بما في ذلك مخاطر الأمن السبراني مخاطر الخصوصية في البيانات ولسيما في السياق الدول الجزرية النامية أو السياق الدول النامية عموما هناك فقر كبير في الخبرات ثم هناك بطبع المخاطر المالية فغالبا ما نرى أن هناك نزعة في ذر الأموال الباهضة فيما يسمى بثقب تكنولوجيا المعلومات الأسود آملين بأن يعود علينا ذلك بكثير من المزايا والفوائد والواقع هو أنه يعود علينا بعكس ذلك فبالطبع هناك الأثر على البيئة وأثار سلبية أخرى فكلما زاد الاستثمار في التكنولوجيا كلما زادت التداعيات المالية علينا كيف حللنا المسألة في مالديب قمنا في الأعوام المنصرمة باستحداث برنامج خاص لتوجيه الموارد المالية وأيضا لترتيب تدابر الأمنية المتينة وأيضا لمعرفة الهندسة الأمنية العامة وتوحيدها الرقمية وضمان أن يكون هناك امتثال لمعايير السلامة والأمن وبطبع استثمار في العامل البشري وفي دورات تدريبية وإعداد الناس قبل أسابيع حضرت إحدى الحلقات الدراسية في مجال الأمن السبراني وأحدهم قال لي ليس من المستصوب أن يتم تبني أفكار جديدة من الشركات الناشئة وتحويلها إلى واقع من خلال قرار حكومي قلنا ربما هذا قد يكون أيضا جزءا من الحل شكرا سيدة كاريرين إيتشتادلر سأكون وجيزة نحن ننسى في بعض الأحيان أننا بشر أن نكون بشر هذا يعني أننا نحتاج إلى حقوق الإنسان ونحتاج إلى نهج قائم على حقوق الإنسان وينبغي إذن تخفيف المخاطر التي قد تتأتى من هذه التكنولوجيات الجديدة ولسيما من الذكاء الاصطناعي هذا التقدم التكنولوجي لا ينبغي أن يؤدي بشكل متعمد أو غير متعمد إلى الإقصاء أو التمييز نحن كبشر نحتاج تقريبا إلى مائة سنة من أجل التكيف وتكنولوجية جديدة أما فيما يتعلق بالإنترنت فلقد تأقلمنا معه في نصف المدة في خمسين سنة فقط فينت سرف كان قد ابتكر الإنترنت قبل خمسين سنة وهنا نحن الآن نستخدمه بكل يوسر إذن ما علينا أن نضمنه هو ضمان الإشراف البشري على الإنترنت وضمان الشفافية وضمان قبلية شرح ما في الإنترنت إن استخدمنا هذا الأسلوب فسنبقى دائما على مقدرة في استخدام الإنترنت في كل مجالات أهداف التنمية المستدامة وفي كل المجالات المجتمعية شكرا أحسنت سيدتي لا سيما وأن الجانب البسري العنشر البشري ينبغي أن يكون المركز لا سيما ونحن نشهد هذا التقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي شكرا لك أصل الآن لسؤالي ما قبل الأخير لنتحدث الآن عن السياسات السياسات في كل هذه المداولات التي بدأت منذ عقود السياسة لازلت تحتل المركز في كل تلك المداولات والأنشطة أيضا استعجال العمل مطلوب بالفعل لأننا نفتقر إلى الوقت من أجل تحقيق الأهداف التي وضعنا لأنفسنا لا سيما وأن هناك تحديات جديدة تبزغ هنا وهناك ولا سيما وأننا أيضا حريصون على جني الفرص التي ستأتي على طريقنا في هذا السياق السيد مازانوري كوندو كيف يمكننا أن نحشد مجيدا من الدعم لصالح الابتكارات الرقمية والحلول الرقمية ولجعلها تساهم في تحقيق أهداف تنمية المستدامة شكرا لك الجواب الأيسر هو أن نبرهن على أهمية هذا المشروع حتى نقنع صناع القرار السياسي بالدعم إذن قد يعتقد البعض أن مثل هكذا الدعم واجب ولكن هل نريد القيام به ربما قد نشعر بوجوبه عندما نرى الحاجة بأعيننا أو عندما نشعر بالرضى عندما يمتل لنا أحد بأداء الواجب أو عندما نرى أن واجب عندما ينفذ يغير الواقع هذا يعني أن العمل هو الذي يؤدي إلى فهم الضرورة والفكرة التي أريد أن أتقاسمها معكم هذه فكرة أنا هو أنه قد نحتاج إلى استحداث أدوار جديدة أدوار سفراء النوايا الحسنة لصالح أهداف تنمية المستدامة الرقامية فكرة أخرى القيام بعملية مكافحة الكرسنة أو بسياسة عامة لمكافحة الكرسنة الرقمية هاكتون وذلك ضمن صناع القرار السياسي والخبراء والمبتكرين إذن إن كانت هذه عقليتنا فربما قد ننجح في إقناع أصحاب الأمر في تدعيم مثل هذه المشروعات ماليا شكرا لنستمع الآن إلى رأي الخبراء في هذا الأمر بالسيد كوشبوكي السيدة المياسرة هل لك أن تكرر السؤال من فضلك لم أسمعك ربما بسبب المسافة أنت خبير هل لك أن تكرر السؤال رجاء أنت أيضا لم تسمعني إذن السؤال هو كيف نحشد مزيدا من الدعم في هذه الحلول والابتكارات الرقمية من أجل التصدي لتحديات هدافة تنمية المسادمة لا أستطيع أن أجزم وأقول أننا نحتاج إلى مزيد من الدعم من طرف صناع القرار السياسي في الأسبوع المصرمة كنت في غانا في الأردن في مصر في نيويورك وهنا في اليابان وأشعر أن هناك زخما كبيرا من الدعم وأوافق ما مقله زميلي ما نحتاج هو أن نبرهن على جدوى هذا العمل والبروفيسور من اليابان أيضا شدد على أهمية المداولات والمشاورات بين الحكومات والجامعات والقطاع الخاص وأكبر الفاعلين فيها من أجل أن نعرف كيف نحرك هذه التكنولوجيات وننشرها فهناك حاجة في الاعتراف بالفرصة المثلة أمامنا وفي نفس الوقت التغلب على المخاطر سيد بروفيسور مصطفى سيسي من المدرسة الأفريقية لعلوم الرياضيات قال إن التكنولوجيات التي يخشها الناس والذكاء الاستطناعي لازل في مرحلة الفتوة أعتقد وأنا لست مهندس أننا لم نصل إلا مرحلة التطوير الحقيقي للذكاء الاصطناعي فهناك التزام طوائم من طرف الانتماعي لصالح الذكاء الاستطناعي في العربية السعودية مثلا هناك نهش لتقدم بحلول للأخلاقيات في الذكاء الاستطناعي أيضا هناك حلول بصدد التطوير وأعتقد أن هناك كثير من الشركات من عدادها متا وشركات أخرى التي تعمل جاهدة من أجل إقناع الحكومات على أنه يجب أن ننتهز هذه الفرصة أمامنا شكرا السيدة ناناكو إشيدو شكرا الفائدة من تكنولوجيا الرقمية واستخدامها هي إمكانيتها في ضم جميع أصحاب أشأن في المستوى القريب ونحتاج أيضا أن نكون سباقين في تبني التكنولوجيا الجديدة مثل الذكاء الاستطناعي والبلوكتشين إلى آخره نحن نستخدم في الوقت الراهن الذكاء الاستطناعي الإنتاجي من أجل حلول لمشاكل حاضرة وهذه الجهود في تقدم والحلول مطلوبة في كل أنحاء العالم وكما قال السيد كوندو ينبغي أن نعمل من أجل تحقيق الأهداف وعلينا أن نرتب في الأولويات بين هذه الأهداف حسب الدول وأن نحول الأولويات إلى أعمال حقيقية شكرا إذن نشدد على العمل نريد أن نطرح نفس السؤال عليك صاحبة علي السيد جنوها لي شكرا لك وافق الرأي وقالته من سبقت في الكلمة العمل هو المفتاح نريد بيئة قمينة للابتكار الرقمي أهام بما كان أن يكون في ذلك بعد سياسات كيف نقوم بذلك جوابي هو أن نزيد من مشاركة جميع أصحاب أشياء بحد أقصى في إعداد وتطوير تطوير إطار عالمي في الابتكار الرقمي بالإضافة إلى سياسة ثنائية أو القطرية كيف نقوم بذلك الأمين العام اقترخ عهدا عالميا للعالم الرقمي والذي تم الحديث عنهم طرف قادة العالم في أثاني سبتمبر في نيويورك فنأمل إذن أن يقوم جميع أصحاب الشأن المشتركين في عملية المشاورة هذه أي الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص والقطاع الأعمال والجامعات والجامعات التقنية والأفراد والنساء والشباب أن يشاركوا أجمعين في هذه النظم أي أن نجمع بين قوانا ومقترحاتنا حتى نضمن بيئة أفضل للابتكار الرقمي شكرا جزيلا على هذه الإضافة الآن السيدات والسادة اسمحوا لي أن أقدم لكم عددا من المتحدثين الذين سيساهمون بأفكارهم إسمحوا لي أن أدعو السيدة جول فورتي من التلفزيون الكريبي لكي تنضم إلينا لكي تقوم بتيسير هذه الجلسة شكرا جزيلا على تيسيرك لهذه الجلسة وأنا أريد أن أطلب من السيد إرنستو رودريجز إرنانديز نائب وزير الاتصالة في كوبا أن يأخذ الكلمة أولا أود أن أتقدم بالشكر لجميع المشاركين لإعطائي الفرصة لأخذ الكلمة لقد مرت عشرون سنة منذ أن التقينا في القمة العالمية الأولى لمجتمع المعلومات وتمت الموافقة على الوثائق من قبل رؤساء الحكومات والدول في أكثر من 175 دولة وعندما ننظر الآن إلى الوظيفة سنجد أن الدول النامية حاولت بشدة طرق أن تقوم بالاستجابة لرأب هذا الصادع وإن الوصول إلى المعلومات في عالمنا كان محدوداً وبعد عشرين عاماً فنحن وجدنا أن الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات قد ساعدت في بناء أدوات أساسية في المجتمعات النامية أيضاً شهدنا أن هذا العهد قد كان له أهمية أو كانت له أهمية خاصة للدول النامية وأيضاً المتقدمة إن هناك تعهدات لم يتم الوصول إليها بعد هذه القمة الأولى وإحدى أهم المهام كانت الالتزام بطلبات مختلفة من مختلف الأطراف المعنية التي كانت تريد من أن نتعامل مع العوائق التي تقف أمام التنمية الاقتصادية وإن المعلومات التي ذكرت تم التعامل معها من قبل رؤساء الحكومات والدول في مجموعة الـ 77 والصين وأيضاً في هافانا في كوبا وفي كان هذا في اجتماع عقد في سبتمبر الشهر الماضي أيلول 2023 وفي نهاية هذه القمة قمنا بالتصديق على وثيقة وهي تهدف إلى الانتهاء في عام 2025 من هذه المهام وإن الصين قد أرسلت رسالة واضحة في هذه القمة تتعلق بأهمية تعزيز تكنولوجيا المعلومات للتنمية أيضاً نقمنا بإطلاق نداء في هذه القمة للنواتج التي ستنتج عن اجتماع أديس أبابا وقمم أخرى وهذا كله يتمحور حول أهمية أن نعزز العمل الذي تقوم به مجموعة السبعة والسبعين والصين وأيضاً أن نستعرض العمل الذي نقوم به في هذا الإطار وأن نقوم بمضافرة الجهود ما بين مختلف القمم وذلك حتى نقوم بسج هذه الهوى ما بين الدول المتقدمة والدول النامية في المجال الرقمي ونحن قلنا أننا سنركز على هذه الأدوات الرقمية وإن المرحلة الأولى من هذا العمل كان اسمها بناء مجتمع المعلومات كان هذا تحدياً عالمياً في الألفية الجديدة وتم تحديد رؤية لمجتمع المعلومات هذا وهذه الرؤية تركز على التنمية هذه الوثيقة كانت فريدة من نوعها وهي كانت تبلور الحلم الخاص بخلق هذا المجتمع المعلومات الذي نفذ على مدار عشرين عاماً شكراً جزيلاً لنائب وزير الصلاة في كوبا والآن أعطي الكلمة لسيد رودني تيلر الأمينة العام لاتحاد الاتصالات في منطقة البحر الكاريبي سي تي شكراً جزيلاً على إعطائي الكلمة أنا أتقدم بمنظور منطقة الكاريبي والمنطقة الكاريبية بها مجموعة متنوعة من الجزر ومن ضمنها الدول الجزرية الصغيرة وبالنسبة لهذه المجموعة فإن تحقيق أداف التنمية المستدامة أمر أهم للغاية علينا أن نصل إلى حلول مبتكرة لأكثر التحديات التي تواجه هذا العالم إن النفاذ أمر أهم وهو بمثابة الجسر الذي يوصل الناس للمعلومات التي يحتاجون إليها خاصة الابتكارات التي تهمهم بشكل خاص فهذا أمر ليس بجديد علينا جميعا فإذن يجب أن لا نستمر في الحديث ولكن أن نبدأ في العمل ونعرف ما هي الأفعال والتدابير التي يجب أن نتخذها وإن عمل الحكومات بمفردها لن يكون كافيا نحن نفهم أهمية المقاربات التي تضم مختلف الأطراف إذن علينا أن نعزز الأبحاث في مجال التنمية وأن نقوم بتمويلها أيضا وأن نشجع الريادة الأعمال ذات المسئولية الاجتماعية وعلينا أن نضع هذا الأمر في مرتبة أعلى من مجرد تحقيق الأرباح أو زيادة الأرباح أيضا من الضروري أن تكون هناك إتاحة للتعليم والصحة بأسعار في متناول الجميع إن الاتحاد العالمي للاتصالات تقام بإطلاق Partner 2 Connect هذه المبادرة تحتاج أن جزيرة بالذكر هنا خاصة لأنها تستهدف هؤلاء الذين يربحون الأكثر من اقتصاد الإنترنت علينا أن نزيد من التعاون الدولي ومن الشراكات وأخيرا فإن التعليم والتثقيف والتوعية من الأمور الهامة هذا أمر نحتاج إليه حتى يتمكن الجميع من المشاركة في التنمية الخاصة بمنطقته إن هذا المنتدى عليه أن يستمر في منقشة هذه الأمور في سياق دولي ومحلي ونحن قمنا بالاحتفال بالاجتماع التسع عشر للمنتدى حوكمة الإنترنت هذا العام في منطقة الكاريبي ونحن ملتزمون بهذا العمل حتى نتمكن من تحقيق التقدم الملحوظ شكرا شكرا جزيلا السيد رودني تيلر الأمينة العام لاتحاد الاتصالات في منطقة الكاريبي عبر الفيديو تنضم إلينا السيدة أرميدة سالسيا ألي شبانة الأمينة العام للاجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأسيا والمحيط الهادي اسكب نعطيها الآن الكلمة أصحاب السعادة والمندبون الموقرون والمشاركون اسمحوا لي أن أعرب عن خالص التقدير لحكومة اليابان ودسا والاتحاد الدولي للتصالات لإتاحة الفرصة للتحدث في منتدى حوكمة الإنترنت في كيوتو لعام 2023 في إطار الموضوع الرئيسي لمنتدى هذا العام الإنترنت الذي نريده تمكين جميع الناس أنا وثقة من أنه من خلال المشاركة النشطة لجميع الأطراف المعنية سيساعد هذا الحدث في بناء إجماع عالمي من أجل مستقبل يمكن الناس والإنترنت في حين أن التوصيل الرقمي يجلب مكاسب رقمية كبيرة للمجتمع إذا لم يتم تقاسم المكاسب بشكل منصف سيكون من الصعب معالجة المخاطر لذلك يساعدني أن أرى أن الموضوعات الفرعية الثمانية التي تم اختيارها للمتدى في هذا العام كلها مواضيع آنية ولا سيما المواضيع الفرعية المتعلقة بتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة والفقوات الرقمية والشمول اسمحوا لي أن أشاطركم بعض هذا المنظور الرقمي لا تزال الفقوات الرقمية وتحديات الشمول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الأكثر توزيعاً وانقساماً رقمياً في العالم وقد أبرزت دراستنا أن الوصول إلى الإنترنت المحدود وممكن التكلفة وكذلك الفقوة الرقمية بين الجنسين لا تزال تزداد سوءاً في البلدان خاصة تلك التي تمر بأوضاع خاصة وكان هذا واضحاً أثناء الجائحة وخلال الجائحة كانت الاقتصادات المتقدمة رقمياً مثل اليابان تتسابق إلى الأمام لتبني التكنولوجيات الناشئة وتسريع التحول إلى المجتمعات الرقمية من خلال التكنولوجيا الرائدة والمراكز الرقمية والحوكمة الرقمية في حين أن الاقتصادات الأخرى ذات البنية التحتية الرقمية المحدودة والمهارات الرقمية المحدودة كانت تتكيف ببطء أكبر مع التدفق السريع للابتكار الرقمي وفيما يتعلق بفرص التكنولوجيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والناشئة فإن نشر التكنولوجيات الناشئة يبشر بالخير بشكل خاص بالنسبة للتنمية المستدامة الهدف الثلاث عشر منها بشأن تغير المناخ وهو الهدف الوحيد في المنطقة الذي يتم فيه التنفيذ في الاتجاه المعاكس على سبيل المثال سنغافورة هذه الأمة الذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي لدفع النمو والابتكار بطريقة فعالة من حيث الموارد بينما في اليابان عزز عدد من التطبيقات التي يدفعها الذكاء الاصطناعي القدرة على مواجهة الكوارث والتكايم مع المناخ بالمثل تستثمر جمهورية كوريا في الذكاء الاصطناعي لتطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين وذلك بهدف غرس المهارات الرقمية المتقدمة التي تعد الطلاب لمستقبل يدفعه الذكاء الاصطناعي لقد بدأ العمل للتو على توجيه تنمية الذكاء الاصطناعي من خلال مقاربة تركز على الناس وتستند إلى القيم والحقوق الإنسانية المشتركة ولا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله وعلى الرغم من بطئ وطيرة المقاربات متعددة الأوجه لأصحاب المصلحة المتعددين والمقاربات المتعددة الأطراف والفوضى في كثير من الأحيان فإن لدينا أمل أنه في المستقبل سنتمكن من التطوير الذي نصب إليه ومن الآن فصاعدا أختتم بثلاث رسائل يجب أن نطاعف جهودنا نحو سد الفجوة الرقمية الأخذة في الاتساع من خلال زيادة الاستمار في البنية التحتية للتوصيل الرقمي الجاهز للبيانات الكثيفة في المستقبل أيضا نحتاج إلى تعزيز محو الأمية الرقمية والمهارات التي تشمل القيم الإنسانية الأساسية الخاصة باستخدام الإنترنت بطريقة مسؤولة وأخيرا بحاجة نحن إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين في هذا الصدد نحن نعمل مع الدول الأعضاء لتنفيذ خطة عمل مبادرة الطريق السريع للمعلومات في أسيو المحيط الهادئ لفترة من 2022 حتى 2026 خطة العمل هذه تعمل كمخطط لإجراءات التعاون الإقليمي بشأن يسد الفجوة بين الأجهزة الرقمية وتسريع التحول الرقمي أتطلع إلى التعاون مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتحقيق الاتصال الرقمي الشامل والتحول الرقمي للجميع والمستقبل الذي نصب إليه شكرا شكرا السيدة أرميدا سالسيا أليشابان الأمين العام لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والاجتماعية لأسيا والمحيط الهادئ إسكا أيضا عن طريق الفيديو سنستمع إلى السيد أكسل فونت روسلبرغ من البنك الدولي السيدات والسادة الضيوف الكرام يتكرر الفيديو يتكرر حديث السيد أكسل السيدات والسادة الضيوف الكرام يبدو أن هذه محدثة من الذكاء الاصطناعي وليس من شخص يبدو أن هناك إذن مشكلة فنية ولكن سأعطي الكلمة لزميلتي هنا وعندما تتم حل هذه المشكلة الفنية سنقوم بعرض الفيديو مرة أخرى طبعا إن المشكلات الفنية تحدث في إطار العالم الرقمي السيدات والسادة كان هذا من دواعي سروري أن نتمكن من إعطاء الفرصة للمتحدثين رفيعي المستوى للمشاركة في هذه الجلسة وطبعا يمكن أن نختتم هذه الجلسة من خلال إعطاء الكلمة للمتحدثين من أبعد المتحدثين عني إلى أقربهم لي لكي يعطونا كلمات ختامية ما هو الوقت المتاح لدي لديك دقيقة سيدي إذن سأحاول أن أجمع الأمور أن الجميع في هذه القاعة ومنهم من أيضا توصلت معه على مدار الأسابيع الماضية والأشهر والسنين الماضية كلهم يؤمنون بأن هناك فرصة سانحة لنا بالنسبة للتكنولوجيا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة هناك طبعا مخاطر تشكلها أو تمثلها الجوانب الفنية أيضا هناك من لا يمكنه الوصول إلى الإنترنت 2.6 مليار شخص لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت والزملاء من APT قالوا أننا نحتاج إلى أن نقنع الكثيرين أو الكثير من الإقناع الذي يجب أن نقوم به حتى نعطي الفرصة للتكنولوجيا لكي تؤدي دورها وجزء من هذه المسؤولية تقع العاطق الشركات مثل شركاتنا أيضا من الضروري أن نقيم الحوار السياساتي في أوروبا وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط وأسيا طبعا فنحن نريد أن ندفع في اتجاه العمل واتخاذ التدابير أن زملائي من الاتحاد الدولي للتصالات ومن أماجنا أخرى قالوا أن هذا ليس وقت الحديث ولكن وقت العمل فنحن لا نريد أن نتوقف عند مرحلة التحليل علينا أن ننطلق إلى مرحلة التنفيذ شكرا أنا أريد أن أعطي دقيقتين لكل متحدث فلأن أعطي الكلمة للسيدة ليز من إدنو شكرا إنها من الفرص الرائعة أن أشارك في هذه الجلسة وأكون من ضمن المتحدثين هذه فرصة لكي نتوقف ونفكر كيف يمكن أن نعيد إحياء أهداف التنمية المستدامة إن هذه الأهداف قد حددت منذ عدة سنوات وقد تغير العالم أكثر مما توقعنا مررنا بجائحة ومجتمعاتنا وخدماتنا الصحية وأيضا البناء التحتية الرقمية كلها تعرضت لنفس الاختبار فإذن نحن علينا أن نحاول أن نأخذ في الاعتبار أن التكنولوجيا والأبحاث والعقول النيرة تمكنت من أن تخترع لقاحات الكوفيد في وقت قياسي رأينا كيف أن هناك إمكانات كثيرة للذكاء الاصطناعي كلنا استخدمنا مثل هذه الأمثلة في منازلنا لكي نرى مدى إمكانياتها نحن لازلنا برغم من ذلك أمامنا طريق طويل حتى نصل إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فإذن علينا أن ننظر في الابتكار الرقمي أنه ليس الحال الوحيد ولكنه بالنسبة لي من الحلول الممكنة التي لم تأخذ حقها في التقدير نحن علينا أن نشرك جميع الأطراف المعنية ونحتاج إلى التعاون ما بين كل هذه الأطراف المعنية شكرا جزيلا سأعطي الكلمة للسيد كوندو بعد قليل لأن وصلني خبر صار يمكننا الآن أن نقوم بتشغيل الفيديو من السيد أكسل فان تروسنبرغ من البنك الدولي المديرة التنفيذية للبنك الدولي السيدات والسادة أضيوف الكرام إنه لمن دواعي سروري أن أخاطبكم في افتتاح منتدى حوكمة الإنترنت لهذا العام في كيوتو أتوجه بخالص الشكر إلى منظمي هذا المنتدى حكومة اليابان والأمم المتحدة على دعوتنا إلى هذا الحدث وعلى الشراكة طويلة الأمد مع البنك الدولي بشأن الأجندة الرقمية نحن ندرك أن التحديات العديدة التي يواجهها العالم اليوم أصبحت أزمة متشابكة وأن جدول الأعمال الرقمية عليها أن يؤديه دورا في حل هذه الأزمات بدل البنك الدولي جهودا كبيرة لانتشال مليار شخص من براثن الفقر في العقود الثلاثة والأربعة الماضية لكن جائحة كوفيد-19 أدت إلى انتكاسة للنمو الاقتصادي والحدي من الفقر يتطلب تجديد التقدم في كفاحنا ضد الفقر والتصدي للعديد من التحديات والأزمات العالمية نهجا جديدا هذا هو السبب في أننا نتحرك لتوسيع نطاق تمويلنا ومعرفتنا وبياناتنا وشركاتنا لنقدم كل ذلك إن التكنولوجيا الرقمية تؤدي دورا متزايدا في التنمية جنبا إلى جنب مع الناس والازدهار والكوكب والبنية التحتية فإن المهارات الرقمية هي واحدة من القطاعات الخمسة التي تهدف إلى توصيل عملنا بشكل أكثر وضوحا وتهدف أيضا إلى وضع المعرفة في صميم أعمال البنك فإن الأمور الرقمية والتكنولوجيات الرقمية هي الفرصة التحويلية بالنسبة لنا وهي قوة دافعة للتنمية وخلق وذائف جديدة وفتح أسواق جديدة وخلق الفرص وتحسين كفاءة الحكومة وشفافياتها نحتاج أيضا إلى أن ننتبه إلى خطر الاستبعاد والإقصاء واتساع الفجوة الرقمية وتفاقم فجوة الفقر إن جدول أعمال التنمية الرقمية يتطلب حلولا تقنية وأسسا سليمة لإدارة الإنترنت والمساحات الرقمية في العالم ما يقرب من 2.6 مليار شخص لا يزالون غير متصلين بالإنترنت يستخدم أكثر من 90% من السكان في البلدان مرتفعة الداخل الإنترنت كان هذا في عام 2022 مقارنة بـ 25% فقط في البلدان مخفضة الداخل كثير من الناس ليست لديهم المهارات الأساسية لاستخدام الإنترنت بشكل فعال وهناك ما يقدر بنحو 150 مليون وظيفة تكنولوجية جديدة ستخلق على مدى السنوات الخمسة المقبلة 150 مليون شخص يفتقرون إلى أي شكل من أشكال العمل مع الأمور التكنولوجية وهذا يحرمهم من الكثير هناك أيضا الحلول الرقمية التي لا تزال مجزأة في العديد من البلدان مما يعني فرص ضائعة لتقديم خدمات حكومية فعالة وبشكل موسع ولكن مجرد تطوير الحلول التقنية لن يكون كافيا لأن الأساس الرئيسي للقطاع الرقمي هو الثقة لا يمكن لهذه الثقة أن تنمو إلا عندما يستند استخدام التقنيات إلى أسس رقمية مفتوحة وشاملة وآمنة وأيضا صلبة تشمل أسس الثقة هذه النفاذ إلى المعلومات للجميع في جميع أنحاء العالم حماية الخصوصية والمعلومات الشخصية سواء تم الاحتفاظ بالبيانات في بلد ما أو تم تداولها عبر الحدود أيضا تقليل مخاطر التعرض للاحتيال أو الاختراق من قبل مجرمي الإنترنت وأيضا حرية الجميع في المشاركة عبر الإنترنت إذا تمكننا من النهض بهذه الأجندة أو جدول الأعمال هذا فإن التكنولوجيا الرقمية ستزيد من قوتنا لدفع التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية قدما ستكون هناك منفع عامة عالمية تخدمنا جميعا أنا أشعر بالرضى أن أرى الخبراء وموثري الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني يجتمعون جميعا في منتدى حوكمة الإنترنت في كيوتو ونحن في البنك الدولي نتطلع إلى تعميق تعاوننا بشأن جدول الأعمال هذا مع شركائنا من جميع أنحاء العالم دعونا نستفيد من قوة التكنولوجيا الرقمية للقضاء على الفقر على هذا الكوكب لكي يصبح كوكبنا صالح للعيش شكرا شكرا جزيلا أشكر كل المتحدثين رفيعي المستوى على هذه المداخلات وسأعطي إذن الكلمة لبقية المتحدثين الكلمة الآن للمتحدث التالي السيد مصانوري كوندو بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة فنحن تحولنا من أهداف الإنمائية للألفية لأهداف التنمية المستدامة وهناك الكثير الذي تغير وإن هناك إحدى الظواهر المؤثرة التي ظهرت في العقود الماضية وهي خدمات تكنولوجيا المعلومات إن هذه الخدمات وهذا المجتمع الخاص بها يعطي الكثير من الفرص ويحول التحديات إلى فرص فعندما نتعامل مع أهداف التنمية المستدامة من الضروري لمجتمع تكنولوجيا المعلومات أن يتعاون مع جميع أصحاب المصلحة هذا المجتمع أيضا يجب أن يلعب دوره كمهندس المستقبل نحن ملتزمون بهذا وهذه رسالة أود أن أتقسمها معكم اليوم وشكرا على دعوتي إلى هذه الجلسة الرائعة شكرا جزيلا على هذه الكلمات المليئة بالأمل والأعطي الكلمة الآن للسيد محمد شريف لديك دقيقتين شكرا نحن استمعنا إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تؤديه تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولكننا متأخرون عن تحقيق هذه الأهداف التي قمنا بتحديدها في عام 2015 طبعا تغير العالم ولكن تغيرت أيضا التكنولوجيات إن التكنولوجيات الحالية تعطينا المزيد من الأمل ولكنها أيضا تطرح التساؤلات بشأن الأمن السبراني بشأن سرية المعلومات وخصوصيتها فهل يمكن أن نحقق هذا التوازن حتى يمكن أن نحقق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فإذن من الضرورية أن يكون هناك شمول ونفاذ تكون هذه الأمور مركزية في عملنا فدعونا نحاول أن نخلق مستقبلا مستداما وشاملا وحاضنا للجميع يأخذ في الاعتبار التحديات المختلفة التي تواجهنا ومن ضمنها تغير المناخ شكرا جزيلا الكلمة الآن المتحدثة التالية سيدة كوكو بواكي في عام 97 تم توقيع على بروتوكول كيوتو وكان هذا منذ 26 عاما والآن ننظر إلى كيوتو من داخل عدسة أهداف التنمية المستدامة ونرى أن كيوتو قد التزمت بهذا العمل لفترة طويلة وأن كيوتو كانت عاصمة لليابان لأكثر من ألف سنة ابتداء من عام من أكثر من ألف ومائتين سنة مضت وهناك مقهى للشاي قريب منه يعمل لأكثر من ألف سنة هناك خمسين ألف شركة في اليابان التي أسست منذ أكثر من مائة عام وهناك ثلاثة ألاف شركة تعمل منذ أكثر من مائتي سنة فهذا عدد كبير من الشركات ذات العمر الطويل هنا في اليابان فإذن الاستدامة هي جزء لا يتجزأ مننا هنا في اليابان وكيوتو هو مكان للاستدامة فشكرا على مجيئكم إلى كيوتو شكرا جزيلا من الواضح أننا لازلنا متأخرين فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك كما كان واضحا في القمة التي عقدت بهذا الصدد ولكن نحن جميعا لدينا مسؤولية شخصية لكي نضمن أننا ننتج ونستهلك بصورة مسؤولة وأن نضغط على المشرعين لكي يتخذوا القرارات الملائمة لكي نضمن أننا نستثمر في التعليم والبناء التحتية وأننا نزيد إمكانية النفاذ في داخل بلادنا للخدمات الرقمية حتى نحقق كل هذا نحتاج إلى شراكة قوية تجمع ما بين قطعين العام والخاص إن من خلال التكنولوجيات الرقمية ستتوفر لدينا الكثير من المعرفة والقدرات فهذا الأمر يتمركز الآن في أيدي القطاع الخاص لذا لا يمكن للحكومات أن تعمل بمفردها عليها أن تتعاون مع القطاع الخاص شكرا جزيلا باليابانية أيضا شكرا جزيلا شكرا جزيلا على هذه الدعوة أود أن أوافقك الرأي نحن قد تخلفنا عن الركب ولكن لم يفوت الأوان لإتخاذ القرارات وتطبيقها وأود أن أقول بأن هذه اللحظة هي مهمة جدا طبعا التحديات ترافقها الفرص والتغييرات وأود أن أقول بأنه علينا أن ننتهس هذه الفرصة حتى نتخذ التدابير وأود أن أقول بأنه يجب الحرص على الدموقراتيات وأيضا الحريات وذلك عن طريق العمل مع البرلمانيين والحكومة أنا هنا أمثل الحكومة أود أن أقول بأنه يجب أن نتخذ القرارات والأمر يعود لأعضاء البرلمان لإتخاذ هذه القرارات ووضع القواعد هذا ما نقوم به اليوم نحن تشاطر التجارب وأيضا التوقعات ونحن يجب أن نتفادى أن يلقى لو ما علينا فنحن قد أنجزنا الكثير ولكن عندما نفكر في رقمنا وما قد حصل خلال الجائحة علينا أن نستفيد من تجربتنا وألا نتأخر في تطبيق ما يمكن تطبيقهم نعطي إذن الآن الكلمة للسيد والي تفضل أمين الوكيل الأمين العام نحن يسعدنا أننا استمعنا للجميع منذ ثماني سنوات كان القادة قد تفقوا على إطلاق العنان لخطة 2030 حتى لا يتخلف أي شيء عن الرقم لدينا أمل لقد حان الوقت للتغيير كيف يمكن أن نعيد أحياء أهدف التنمية المستدامة بما لا شك فيه بأن الرقمنا والتكنولوجيا ستساعدنا في ذلك كيف نحقق ذلك؟ أولاً عن طريق وضع تطبيقات خاصة بأهدف التنمية المستدامة وتركز على أهداف وغايات التي لها علاقة بأدول ألمانيا نامية يجب أن نحرص على المساواة والشمولية كأهداف من بين أهداف الرقم الثانية بناء البناء التحتية وأيضاً بناء القدرات الرقمية ويجب أن نركز خاصة على طريقة على كيفية ردم الهوة فيما بين الدول ولسيما البلدان الأقل النامية وأيضاً البلدان الجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نمواً ويجب أن نفكر كيف يمكن أن نركز على مصالح المجتمعات المحلية حتى تسهم في الاقتصاديات وأخيراً تعزيز التعاون الرقمي فيما بين الدول ويجب أن نحرص على أنه لدينا نفاذاً رقمياً لكافة الدول وكافة الأفراد بشكل متساوى حتى نتمكن من التحقيق الرفاهية لهم جميعاً شكراً أعتقد بأن هذا يغطي الأسئلة فيما يتعلق بالتحديات وكذلك الثغرات التي غطيناها اليوم وأعتقد بأن هذا مهم جداً بالنسبة لكافة أصباح أصحاب المصلحة ويسعدني الآن أن أختتم هذه الجلسة المثرية وأشكر كل مشاركاً في هذه الجلسة شكراً على وقتكم القيم وعلى القيمة التي أضفتموها على هذه الجلسة بهذا نود أن نقول لكم نحن نريد أن نمهد الطريقة إلى الأمام لدينا مما لا شك فيه بأنه لدينا تحديات ولكنه لكل التطلعات تطلعاتنا هي لتحسين الأمور في المستقبل مما لا شك فيه بأن هذه الجلسة ستسهم في الحلول وطبعاً التكنولوجيات ليست الحل السحري إذا ما أردنا أن ننظر في الحلول الرقمية وكيف يمكنه أن تساعد في التنمية وأيضاً نعتقد بأنه إذا ما وضعنا استراتيجيات الملائمة لذلك فإننا يمكن أن نتجنب ما لا نريد أن يحصل ونسخر الأفكار والابتكارات وأيضاً تسخير التعاون فيما بين أصحاب المصلحة هذا كله سيساعدنا في تحقيق أهدفنا وبهذا أختتم هذه الجلسة شكراً على الحاضرين وأود أن أشكر كافة العضاء هذه الجلسة وأطلب منهم أن يتكرموا في الوقوف في يسار هذا المسرح بغية التقاط صورة جماعية وأدوى سيدات جول للاندمام إليهم وشكراً